الكراهية الصم قاتل ولسيما للشخص الذي يخبئ الكراهية فتؤذي أولا شخصيا وكل من حوله وطبعا ينتج مرارة وهذه المرارة لها جذور يقول كتاب لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله فالمرارة هي عبارة عن صخت وغضب وبركان ثائر داخلي فبيبتدي يتخزن ويتخزن إلى حالة الانفجار وإذا وصل للمرارة وانفجرت المرارة بتنجس كل الجسد الكراهية بتجعل الإنسان فعلا يعيش في دائرة مظلمة بل يسلك في الظلمة وكل ما يراه ظلمة الكراهية تسبب العمى الروحي فمن ثمار الكراهية الغضب الصخت الضغينة الحقد العنصرية التزمت الحسد وكل هذه الخطايا هي تدمر الحياة بالكامل ويدمر مش بس نفسه حياته بيدمر كل شيء حوله وبتدمر كل الأشياء الحلوة حواليه كله بيدمر بصير عنده منظار سوادي مظلم كل اللي بيشوفه بيشوفه بشكل مظلم الكراهية هو أسلوب نمط حياة بيعيشه الإنسان اللي خلاص مش عاوز يتغير بحب الشعر أعتقد أعتقد لإليا أبو ماضي وإذا غلطان باعتزر بس بتقول كن جميلا ترى الوجود جميل فإذن إذا أنت عينك بسيطة بتشوف كل شيء بسيط إذا عينك طاهرة بتشوف كل شيء طاهر إذا عينك مستنيرة بتشوف كل شيء مستنير إذا عينك وفكرك وقلبك مليان محبة فكل معاملاتك وكل شيء حواليك بيتحول إلى المحبة فيعني هذا الشيء مهم جدا أنه ننتبه أحبائي كيف نظرتنا كيف أسلوبنا كيف نمط حياتنا